ايه لي خلي أب يطرد مراته وعياله في عز الليل والبرد؟ من غير ما يكونوا لابسين هدومهم ولا مراته معها فلوس مواصلات عشان تروح حتى لأهلها طب حتى لو الزوجة دي غلطت غلطت هنقول غلطت أو جزها ما بقاش عايز يكمل معاها طهق طب مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان طب ليه ما يسيبهاش ويديحوا أها وولدها وكل طرف يشق طريقه بقى من غير أي ظلم أو افترة طب والأم والأطفال اللي عايشين عايشة غير قدمية زي اللي شفناها شفنا جزء بسيط قوي في التقرير إزاي ممكن يفيدوا نفسهم ويفيدوا المجتمع تفتكروا مش هطلعوا لقدر الله مجرمين أو مدمنين وهم فقدين بالثقة والأمان والحنان أسئلة كتير قوي هنتكلم فيها النهاردة مع دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية عشان نشوف نقدر نساعدها إزاي نفسين منورني يا دكتور؟ بنورك يا سيدي قورك إيه؟ الحمد لله والله إيه يا دكتور نعمل إيه في المشاكل اللي أنت بتشوفها دي أنت الحنين بقى اللي بيجي طب طب بأنت بتاع العائلات بميقولك دكتور محمد هاني العائلات على طول نعمل إيه؟ والله إحنا يعني مشكلة كبيرة جدا طبعا أنت بتتكلمي عن حد بتقولي يعني إيه؟ هو ده بيشرب حاجة؟ ده هو أصلا شخص غير ساوي شخص غير مسؤول شخص لا يعتمد عليه شخص أصلا ما كانش ليه أنه هو يتجوز أصلا عشان كذاب ولا عشان في حاجة؟ حولا عشان كذاب والشخص اللي هو يرمي ولاده في الشارع في عز الشتة وفي عز التلج وفي عز حاجات كتير جدا من غير مصريف من غير أي حاجة وفي إيه؟ ده بيشرب حاجات ولا هو هو أكيد أكيد تلاقيه بيشرب وعنده مشكلة هو شخص غير متزن نفسي ولو مش بيشرب ولو عمل كده بقى هو غير متزن نفسي طب لو واحدة تجوزت وهو قال لي مثلا أنا بشتغل محامي أنا بشتغل دكتور أنا بشتغل أي حاجة وفي الآخر طلع الكلام ده مش حقيقي أطلع بعد ما تجوزت بس أقول لك حاجة مش كست قررت طالما بيجيش يعني هيبقى صعب ليه بقى بيبقى فيه أولاد لا أنا لسه في الأول من أول شهر أنا أفشت البطاقة أو مش مكتوب في البطاقة مكتوب في البطاقة حاجة أو مكتوب أنه مثلا خريج حاجة أو بيشتغل حاجة وده مش حقيقي أعمل إيه؟ أقول لك حاجة كويسة جدا أغلب الناس بيستعجلوا في الارتباطات وفي الجواز يا سالي والناس بعد كده بتكتشف أن الناس دي نصابة يعني مثلا واحدة بتقول لي أنا اكتشفت أنه هو كان متجوز وعنده أولاد أنت كنت فين؟ والله العظيم أنت كنت فين؟ وهو بتقدم لك وحصل فترة خطوبة بينكم لمدة سنة ومعرفتيش أنه هو حد متجوز وعنده أولاد إيه ده؟ لا بس في رجلة شطرة أول لا والراجل اللي يدخل على غلطة زي دي في حياة أي ست ده بنسمينا الصاب اللي يغلط في غلطة بشعة يعني بمعنى إيه؟ شوفي السيكولوجيته بتقوله إيه؟ أنا داخل دلوقتي أتجوز واحدة وأنا كنت متجوز مثلا أو مؤهل غير المؤهل اللي أنا أهل عليه وهعيش مع الإنسانة دي عمر طويل جدا هو أنا هفضل أكتب